يا صباح الفل النهاردة احنا في مدينة برايتون في اليو كاي وهنروح نزور بالاخص الرويال بافليون او القصر الملكي بدأ بناء القصر سنة 1787 عشان يكون بيت للمصيف للأسرة الملكية في عهد كينج جورج الرابع وجيه سكن فيه سنة 1820 بدأ القصر ده على الطراز الهندي فلو شفناه من برا هيكون على شكل قصر من الهند ومن جوه هنلاقيه الطراز بتاعه على شكل الطراز الصيني السبب بناءه بالشكل ده من برا هندي ومن جوه صيني عشان كانت صفل للبلاد دي زمان كان بيستغرق وقت كتير جدا فحبوا يعملوا حاجة بالشكل ده الناس تقدر تتفرج عليها واكتر ملكة جات قعدت فيه كانت الملكة فيكتوريا كانت عادة عندها كل صيف تيجي تقعد هنا لغاية سنة 1841 وفي نفس السنة دي افتتح القطر اللي بيجي لغاية مدينة برايتون فكانت الزوار كتير جدا فكانت بتزهق من الناس اللي كانت بتيجي تزور القصر ففي سنة 1850 باعت القصر لمدينة برايتون وغيرت المصيب بتاحها واشترت كتعة ارض في الايلوف وايت وبنت عليها قصر وبقى ده المصيب الجديد بتاحها كل القطع والعفش اللي بنتفرج عليه ده قطع اصلية والباقي اتبرع بيه الملكة اليزابيس من قصر وينزور وشوفنا واحنا داخلين في بداية القصر كانت قودة الصفرة والمطبخ وشوفنا اشكالهم عاملة ازاي ودلوقتي احنا داخلين الصالون نتفرج عليه وده واحد من احلى الصالونات اللي موجودة في القصر وزي ما شايفين السجادة اللي موجودة على شكل طوص والستائر اللي موجودة كلها ستائر من الحريق ودلوقتي احنا في صالون الشاي وده كانوا بيعودوا ويتجمعوا فيه يشربوا شاي يلعبوا شطرانج وتخيلوا ايه القوضة اللي احنا داخلينها دي دي قوضة الموسيقى اللي كانوا العزفين بيجوا هنا يعزفوا للملك والملكة بصوا الجمال اللي موجود والموشات اللي موجودة على الحيطة انا هسيبكوا تستمتعوا وهنشوف واحد من المبان السرية شايفينه الزغير اللي في الحيطة وبصوا النجفة دي كل قطعة فيها معمولة على شكل واحد يعزف اهو واحد بيورس وزي ما احنا شايفين احنا في قط النوم بتاعة الملك وفي نفس الوقت هنلاقي فيه برضو باب سري في الحيطة في كل القوض هنلاقي الباب ده وهنلاقي في كل القوض عواميض على شكل لوتس وده الجزء التاني لقوضة الملك وده كان الجزء بتاع الشاي اول كنور برضو دي قط المكتب ودلوقتي احنا طالعين الدور التاني بس بصوا جمال السلم ده السلم معمول من البنبو كله واللي قدامنا ده مكت لشكل القصر من برده فعلا جمال القصر والعفش والالوان اللي موجودين فيه والزوق فعلا جميل واللوحة دي بتباين الاحتفالات اللي كانت موجودة زمان في القصر وده قوضة الملكة وتخيله كانت بتنام على اكتر من سبع ملاتب موجودين على السرير ده وحد يتخيل القوضة دي هي الحمام وده قوضة الوصيفة للملكة ودلوقتي احنا راحين نتفرج على المتحف في مدينة برايتون المتحف ده عبارة عن متحف للفنون الحديثة بس طبعا عشان يزينه اي متحف فلازم هيحطوا قطع اسارية من حاجات قديمة وطبعا مفيش اشهر من الحاجات المصرية فهنتفرج على التابوت او تابوتين موجودين في المتحف من الحاجات المصرية وهنا المتحف بيتكلم عن الحجبة الزمانية بتاعة الميمو والناس اللي كانت عايشة في الوقت ده وشكلهم كان ايه ولبسوهم حياتهم اليومية كانت عاملة ازاي وزي ما قلنا لازم يزينه المتحف بالحاجات الاسارية المصرية وكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى ويرب الفيديو يكون عجبك ولو عجبك ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب اشتركوا في القناة